موسيقى هو الشيخ عبد الرحمن بن حسين بن جاسم بن محمد بن صالح بن فارس الجودر ولد الشيخ في قرية قرالي من المحرق في تاريخ يقولون أنه مولود سنة 1304 وفي تاريخ يقولون أنه مولود سنة 1307 يعني في ذاك الوقت هذا الشيخ طبعا الشيخ عبد الرحمن والدته اسمها آمنة متعبد الله بالسلطان الجودر أبوه اسم حسين بن جاسم الجودر أنا هو اسم عبد الرحمن بن حسين نشأ مع والدته ووالده مات عن أبوه هو صغير كلش وبعدين توفيت والدته ويعني تقريبا في سن ست سنوات أو يعني فأصبح يتيم كفل خالة خالة الشيخ أحمد بن عبد الله بن سلطان الجودر خالة كان من العلماء الكبار ومن الأقطاب الكبار وكان بعد في نفس الوقت خالة ذي يعرف اللقات في ذاك الوقت تعرف اللقات اللقات العالية عدة لقات يتكلم في ذاك الوقت وفي نفس الوقت هو الشيخ أحمد يمثل الشيخ عيسى بن علي حاكم البحرين في مجلس الدولة أيام الإنجليز وكان يمثل لأنه يعرف عدة لقات فهي كان يمثل الشيخ إيسى هو قام بتربية الشيخ عبد الرحمن وكان هو في محرق وينتقل إلى قلالي الشيخ أحمد أقب استقر في قلالي الشيخ أحمد الشيخ أحمد والشيخ عبد الرحمن ماخذين خوات يعني هو والدخت ماخذين خوات الشيخ عبد الرحمن عاش ويا خالة لين وصل عمره 16 سنة عقب انتقل إلى عمه عمه هو عبارة شيخ الجونر كلهم عمه اسمه أحمد بن جاسم بن محمد بن صالح والشيخ عبد الرحمن أبو اسم حسين بن جاسم بن محمد بن صالح عمه فعمه دي هو اللي قام بتربيته أقب خالة خالة وعمه ماخذين خوات مثل ما قلت لكم ساعة الشيخ عبد الرحمن طبعا عمه شف عنده نوع الفطانة والعلم حبه للعلم فاهتم بتربيته وكان يودي مع الأسفار كان هم يسافرون يروحون البصرة ومن البصرة يروحون الهند يروحون هاي الهند يسمونه السفر الكبير في كالكتا أو منطقة الأمة يسمونه كيرلا هاي منطقة كيرلا هما يروحون هناك كيرلا قالوا يتاجرون هناك أهل الكويت بعد أهل الخليج كل يتاجرون من هناك من منطقة كيرلا وقال هو يودي وياه عالم الأسفار وكذلك الشيخ أحمد بن جاسم الجورة العامة اخوانه وياه بعد اخوان الشيخ أحمد يعني عمام الشيخ عبد الرحمن قالوا بعد يروحون الأسفار وياه فكل واحد في سفينة كلهم ستة أشر لأنه سفن شرائية فطبعا يودون التمور من البصرة ويبون هناك ما يحتاجون لأهل البحرين من التوابل من الدانشل هاي القديم اللي هالكويت سموهه شندل حنا نقول له دانشل يبون الدانشل ويبون البامبو هذي حق البنيان فتربى الشيخ بيتعمى اقب قام عمى يمشاف في الفطانة ذاي طرشا إلى طلب العلم في ساحل فارس ساحل فارس كانوا يسكنون قبائل عربية كثيرة الساحل الغربي والفارس فكانوا يسكنون قبائل عربية كثيرة فطرشا في منطقة اسمها لاور فدرس هناك الفق والحديث والتفسير وكان هاي الشيخ من آل البيت الشيخ اللي درسهم من على المذهب الشافعي فدرس هو هناك عنده وحتي لأنه بغوا يروحون له هو ساكن فوق في الجبل كانوا يسوون حلقة كل واحد يوده الثاني أساس أنه لا يطيحون يسوون حلقة لين ينقبون الجبل الشيخ أحمد بن جاسم عمه يجهز له المؤونة في قرالي يعطي يحط الله يكرمكم في المحمل محمل خشبي بالشراء يحط له بصل وملح ورز وسكر ودهن أيش يعني خط له أيش فيحطوا إياه خدام يودونه يعني يعرفون البحر فيوسطونا ليفورس هناك يروح ذاك ويدرس فترة طويلة يعني يخذنا أشر عقب ينزل عمه كذلك يروح صوب العراق مدينة البصرة مدينة مشهورة بالعلم من أيام الحسن البصري رضي الله عنه وهو من التابعين مدينة البصرة فيه المذهب المالكي وعائلة الجودار مذهبهم مذهب مالكي فقال يدرس الشيخ عبد الرحمن في جامع الحسن البصري في البصرة وفي أثناء دراسته التقوية الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير الكويت أمير الكويت حكم ذاك الكويت من 1050 إلى 1065 كان صغير بعد فقال الشيخ عبد الله يدرس وهو الشيخ عبد الرحمن يدرس طبعا السنين تفترق السنين بينهم لكن قناوا يدرسون يميع في جامع الحسن البصري كذلك في البحرين هنا الشيخ عبد الرحمن درس عند وما يرجع يدرس يذاكر اللي يدرسه ويا علماء البحرين وقالوا من علماء البحرين كثير من الجودر من العلاماء الجودر المذهب المالكي يدرس معهم مثل الشيخ جمعة بن علي الجودر والشيخ سلطان بن علي الجودر والشيخ عبد اللطيف بن علي الجودر كان قاضي من أول قاضي شرعي عقب الشيخ جاسم المهزع كذلك يدرس عند الشيخ صالح ألمبارك صالح ألمبارك هذه من الأحساء بس عايش في البحرين في الحالة حالة مماهر ودرس أهل البحرين العلم كله قال هو الشيخ عبد الرحمن يدرس عنده من تلامي ذاته وهناك في ذاق الوقت قد يكون الطالب والمعلم في سن متقارب قد يكون صغير لكن قد يكون في سن متقارب في نفس الوقت الشيخ عبد الرحمن في تاجر في البحرين وكيل شركة سيرة اسمه يوسف بن يوسف فخروه هذه واحد من أهل العلم اسمه طاها بس اسم يعني قام المعارضة هذه طاها شافعي المذهب فكان الشيخ عبد الرحمن بعد يدرس عنده الفقه الشافعي وقال الشيخ محمد بن علي بن عقوب الحجازي من علامة البحرين بعد يدرس عنده ويا الشيخ عبد الرحمن بعد أن الشيخ عبد الرحمن أصغر من الشيخ عبد الرحمن ويا الشيخ عبد الرحمن درس شزاق محمد المذهب المالكي فكانوا يدرسون عنده المذهب الشافعي في البحر أبوه حسين بن جاسم كان في سفينة وعنده عم اسمعيس بن جاسم في سفينة أخرى وعما رحوا ستة أشر يودون يهم أكفان سبحان الله ما تدري يودون يهم يعني خاصة يقول لك سبحان الله يمكن واحد يموت من البحارة يمكن هاي الرواية يمكن كاتبات في الكتب هما يقولون توفى حسين في سفينة ثانية وعيسخو في سفينة ثانية عيسخو شاف رؤية أن حسين وخو توفى فكأن تواصلوا إياهم عن طريق السفون أو عن طريق هذه وقال لحنا نعرف عرفنا عرفنا أن أحسين توفى فيقول لك في أثناء هما كانوا صغيرين هما يعني يبقون ما يدون يرجعون للبحرين وفي نفس الوقت ما يبقون يرمون في البحر صعب عليهم لأن كانوا أولا إذا مات ميت في القوس يحطونا وينزلونا في البحر والله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهما كفيل به هما في أثناء مرورهم شافوا جزيرة وفيها قبر محفور شافوا قبر محفور بارز قالوا بس وقفوا خلاص قبر كما وجود يجفنوا هناك في البحر يعني الطبق القليل آية وما تري نفسهم بأي أرض وما تري نفسهم ماذا تكسبوا قانا وما تري نفسهم بأي أرض أنت أموت فيجفنوا هناك حتى ما يفتفل اكتب لهم لكن الكلام يب الكلام والشيخ عبد الرحمن يعني عم زوجة بنته شاف فيه الوراع وشاف فيه التقوى وزوجة بنته والبنت ذي أنجب منها بنت ولدين وعاشوا يهاسنوات بسيطة مرضات والله اختار لها عقب الشيخ أحمد بن جاسم عند زوجه ومطلقها عندها يعني بنت والاد منه وطلقها ويها في البيت زوجها الشيخ عبد الرحمن قال لهي بارة صالحة وهذه يعني صد يصير الخلاف ويصيرها لكن قال كايبة مارة صالحة فأنا بزوجك إياها تحاوضك عن بنتي يعني بارة خذ بنته خذ مرت عم عوارة بتعم ومرت عم فزوج إياها زوج إياها يابت أميان والدتي يابت والدتي زوج إياها وأنجبت والدتي الشيخ عبد الرحمن تزوج ست نساء بس ما جمع بينهم يعني يموتون يتزوج أو يطلق واحدة ويتزوج بس خلص عقب أم والدتي تزوج بتواحد عالم اسم الشيخ سلطان بن علي الجودر هاي سلطان بن علي يصير ود عمته الشيخ سلطان بن علي يصير ود عمته خذ بنته هو الشيخ وأنجب منها أولاد كثيرين وبنات ماتوا عاش منهم إبراهيم وعبد الله عباريسون خوالي إخوان أمي عبد الله أنا ما شفته لأن عبد الله توفى ساعة 54 وأن كسا عمري سنتين إبراهيم شفته وكان ما في علاقة يعني تقول إخوان من أب لأ كانت علاقت وثيقة مع بعض لأنمهم كانت طيبة خلف كام تقريبا يعني الشيخ شوف الزوجة الأولى ياب منها ولدين الزوجة الثانية أمي يدتي ياب منها بنت هذه الزوجة الثالثة ياب منها أولاد وبنات بس البنات ماتوا سقار والأولاد بعد ماتوا وابقا لأولدين الزوجة الثالثة الزوجة الرابعة بارا صار بتعم زوجة الرابعة بعد بتعم ياب منها أربع بنات ثلاث بنات ماتوا سقار وتوفتم هم بعد أقوافتم البنت الصغيرة ماتت يعني أيال كلهم ماتوا يعني هو مرض زوجتي مرض ها وهذي فذلك الوقت كان منتشر مرض السل ولا كان لعلاج ولا كان فهي هاي إذن احنا قلت لك أنا أنا أربع نسوان الأولى والثاني جدتي والثالث هي بنت الشيخ السلطان مبراهيم عبدالله والرابع هذي اللي خذها متعمة الخامس خذ واحدة بعد من الجودر من عائلة الجودر وهو يعني مرى طيبة هي الحقيقة لازم كل واحد لازم يتكلم بالصدق عن ما هذه فتزوج هي بس هي مقدرة تتعيش ويا لأنه رجل أول شي وورع ورع لآخر درجة لآخر وثانيا عالم علامه بحار في العلم ساعات الزوجة ما يعني تحس هاي فهو عبار حسب هاي الشي قال لها شوف هاي قال لها أنا بنفصل عنك يلا سوكل لها قال لها بنفصل عنك ولكن بيتزوج طيب قيريانه بيتزوج طيب تعرف المارة يعني بيطلقها زوج التألم يعني خاصة بعد هتي لها شي وهذي طلقها طلقها الله يسر لها ريال طيب لآخر درجة في ناس الحي ومنعاولة عريقة بعض منعاولة الرمو حي وتزوج ويابنها وشفت أنا ريال وشفت عيال يعني حتى هي أمي تروح لها عبارة هي مرتبو أبوها عبارة تروح لها أمي فقال فهي تقول حق أمي يعني تقول لها نجيت أشتو وقال لها وولاد هبعد قال لي قال لي أبوك الشيخ قال حق أمي أنا بطال قتش بدون أحد أحسن مني يعني أو يمكن يسعد الشيخ خير يعني كان اهتمامه بالعلم 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 فكان عند عبارة مدارس يدرس فيها أول عاش في قلالي عقب يوم سكن في المحرق قال يدرس في مدرس الأوقاف مدرس الأوقاف في المحرق وفريج بن خاطر بن خاطر من المحرق هناك يدرس العلم هو في هذه المنطقة ويدرس العلم الصبح عند بيتهم في فريج منطقة اسمه فريج الجودر هنا في بيت قال البنهندي هو الأوقاف ما أجرينا من عنده الأوقاف ما أجرينا من بيت بنهندي ومسوينا مدرسة هو يدرس فيها قال يدرس الفق والحديث والتفسير لكن أكثر شيء يركز على الفق وكان التزم بالمذهب المالكي المالكي لأنه درس الشافعي بسهو ملتزم بالمذهب المالكي لأنه مذهب أبا وأجداده وفي نفس الوقت العصر يحدث في الماسياد وصار إمام في مسجد أحمد بن عبد الله بن سلطان الجودر سيد عبد الله بن سلطان الجودر جده من جهة أمه عبد الله بن سلطان الجودر صار هو عبارة إمام مسجد فيه وبعدين انتقل إلى مسجد يمه موجودين المساعد الثنين هم موجودين الآن مسجد بن نايم قال يصلي في واحد من العيال بن طالحة هم أخوان اثنين علماء واحد اسمه عبد الرحمن واحد اسمه عبد القادر بن طالحة توفي واحد منهم بإمام المسجد فقام الشيخ عبد الرحمن تم يصلي مكانه وخلى واحد هناك يصلي مكانه غير لأنهني ما عندهم إمام فقال هو أنا بصلي هنا وفي المسجد بالجدة خلى واحد محمد عبد الله سيار يصلي فيه أنا يا سيار وكانوا الأوقاف يعني يعطونا مبلغ زهيد على الإمام والتدريس تقريبا كم ويمكن أول شيء كان عشرة دينار تالي زادت 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 عشرين دينار ليه آخر حياته يعني لهما وجود يعطونا كان أربعين دينار بس ويمكن أفض طبعا انقاطعتها يعني العشرة دينار تكنت الأيام لها دور ايه لها دور لها دور لها دور لها دور العشرة دينار لها دور في ذاقي الوقت والشيخ عبد الرحمن يعني في حياته ما ملك بيت دائما يعني شف الأجار يعني ما كان بيته لا 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 ما ملك بيت عنده بيت صغير شراء وخاذ قرض نعم بتعمه وطالي هو ما قلنا ليسدد ذي القرض فقال لاخذي البيت ونقن القرض أو هو سكن زوجاته كلنا سكن بيته الأجار والبيت الأخير اللي هو سكن فيه كان زوجته السات هاي بيت سعمها من أبوها أبوها شيخ عالم اسم الشيخ جمعة بن علي الجودر هو سكن وياها في البيت والبيت قديم فواحد من الجودر من وجهاء الجودر اسمه محمد بن جاسم الجودر يصير عبارة من عيال عامة لأنه عبارة هذا قبوه يد أحمد بن جاسم فقال له هو خاف أن الشيخ عبد الرحمن ما يرضى فقاموا الشيخ عبد الرحمن وادوا في بيت قير قلت طولوا لهاي البيت يعني يمكن من رممه بهذه وادوا بيت يام بيت سكنواه وزوجته وعياله عشان ما يقون يقول له خافوا نرفض الهار من البيت فقاموا عبارة وهدموا كلموا الشيخ عيسى أمير البلاد في ذاق الوقت هدموا البيت وبانوا لها البيت وسووا لها مجلس داخل البيت ويا اللي شوفوا البيت بوارز وهذه وسكن فيه طبعا البيت بزوجته البيت بزوجته واللي تسعال محمد بن جاسم الجودر وهو من وجهها الجودر ومن رجال الجودر الطيبين يعني هو قال إذا أنت تبقوني أصير قاضي لازم آن اللي أقضي في القضايا على الكتاب والسنة يعني ما بقى أي واحد يتدخل في الحكم والي في ناس الوقت ما بقوا وياي قضاه واحد عن يميني واحد عن يساري لا القاضي الشرعي قاضي واحد واحقب بأي ناس كلهم بالتساوي طبعا هو هني يعني رفض القضا من ولي القضا فقد ذبح بغير سكين قاضيان في النار إيه وما يبقى شي يبقى هكم سيدة في ناس الوقت الشيخ عبد الرحمن من الورع اللي فيه ولدي كان يشتغل الجمارك خالي كان يشتغل في الجمارك يقول ما توفي يا ابو من الميراث يعني أنه أبوه يورثه قال لها يعني عبد الله يشتغل في الجمارك قال لا أنا أعتبر أن يعني بزاة الجمارك مبصحي هذا فقال وزعوها على حضو أعطو عيالي أو وزعوها على أي واحد أنا تنع الورع عنده كان شديد شديد لي موقف كثير وفي نفس الوقت يعني هذه الكلام قالوا نص هناك في الحيوان يعني يمكن حتى لو بنته ما قالت أو إحنا ما سمعنا لكن هذين الرجائر يمكن قالوا قبل الله يولدون نحن قبل الله يبون نحن يمكن شوف وذج يقول كان هو يسوي يعجن العجين بروحه ويودي عند الخباس ويأكل العجين اللي سوي الخباس هو يعجن العجين يعني من شدثة من ورعه ف يقول لهم عبارة يقول حق اللي أخبز قال أنت عبارة أعطيك قيمة النار أنت سوي بعطيك قيمة النار قال لا تعب روحه يبصنئ مقاطئ وهذه أنا أخبز قال لا لا أخبز الخبز ذي اللي أنا يريبه يخش أن يكون يعني حتى ما خراش عليه بسم الله رحمن رحيم أو يخش أنه مثلا في شبه ذطحين أو شي ف يعني لهذه الدرجة كان حريص أي وكان هو بعد عند صداقة ويناس من الخليفة من الطيبين كان هو صديق الشيخ محمد بن راشد بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة الشيخ محمد بن راشد يصير والد الشيخ معاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو كان هذا صديق يروح له ويسكن عنده لأن ذاق بعد كان من أهل العلم فكان يسكن عنده ويعش وياه ويتم أيام وياه حتى الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد خبرني في هذا الموضوع مرة قال لي أنا أبوك الشيخيين وهذه لأن يمتوفر أبوك الشيخ هو يقول أن كان أبوك الشيخيين في نفس الوقت من أصدقائه الشيخ علي بن خليفة من المحرك الشيخ علي بن خليفة طبعا عنده عيال كثيرين وعنده وحن بقي عنده أيسى وعبد الرحمن وعبد الله عياله الموجودين الآن هذا طبعا الشيخ علي بن خليفة كان قاضي وكان الشيخ عبد الرحمن يروح له بعد هاي من أصدقائه من الخليفة هذا المحمد بن راشد وعلي بن خليفة هاي من أصدق الأصدقاء له شكرا معّلوشي جنبكو الحلين شكرا معّلوشي